لو أنا جيت قلت لك وأنا مكان جزهة قلت لك قديك يعرفت إن هي عندها القلب وإنه أنا مش قادرة تعايش مع ده والعلاقة الحميمة تأثرت أو هي فجأة مش سعيدة لو أنا تجوزت أبقى راجل وحش لا مش وحش ليه عايزين مني إيه ثانية أنا عايزة فصص حتة حتة عشان أبني كلام على وعد فيه احتمال جايلي إنه ممكن أسر الراجل ده هي قالت برضو في الرسالة إنه محترم فتجوز فعشان هو محترم فممكن يكون تجوز تخيالي والله وممكن يكون آيل لها عشان كده هي متضايقة وهي عشان كرمتها وهي عشان كرمتها ففيه احتمالات كتير فيه احتمال نمرأ واحد إن الراجل ده متجوز وقايل لمراته والكلام ده تفقوا إنه ما يعني احترما لظروفها الصحية أو لواتفر فهو هيبقى فيه شكل معين للعلاقة طيب بيروح السينما ليه؟ ما هو أنا عايزة أقولك بقى اللي بيعمل غلط وحرام ما بيروحش السينما بيروح أماكن تانية معقولة؟ معين فيه ناس بتعمل غلط وحرام بس بتروح كافيات بردو عايد يعني بصي كافيه حاجة الكافيه ده مكان ممكن قابل فيه صديق وصديقة واعدة شغل واتفاق على مشوار مع حذر يعني السينما أوه قصده أنه أنت قصدك أنه في النور وبيتفرج معيها الكافيه حاجة والسينما السينما ده مكان احنا بنروحها بعد ما نكون زيهينا من كل الخروجات وعادين نتفرج على موفي يعني خلصنا كلامنا احنا متعرفين على بعضه كويس قوي وعارفين بعضه كويس قوي فاحنا في السينما أكيد مش رحف نتكلم بس هي السينما خروجت متجاوزين شوي طب هو مفروض يتعمل ايه؟ أنا بس واحدة واحدة يا جماعة أهم رسالة توصل للبسانت أنك أكتر حاجة صحة عملتيها أنك ما تصرفتيش لحد دلوقتي لا روحتي وريتي نفسك ولا قلتش لصحبتك وليه ما تروحش تتكلم معاين ثانية واحدة دي أكتر حاجة صحة عملتها ثانية حاجة صحة ساقترحها عليها بس قبل ما اقترحها عليها أنها ممنوع تقول لصحبتها ليه؟ ليه بقى القاعدة العامة يا جماعة ها وكلام ده يعني أنا قلته كتير ها حاجتين بقولهم طول الوقت لو أنت يا متجاوزة شفتي جوزك أو شكيتي فيه ما تقولي لهش عافك أنا رأي من رأيك مليون في المين ثانية حاجة لو صحبتك أو قربتك أو مامتك أو أختك أو أخوكي أو أي حد يخصك شاف جوزك مع واحدة مش المفروض خالص يقول لك ده يقول لك كبير ليه بقى؟ حسب نوع العلاقة أنا النهاردة هتكلم على بسان هي صحبتها الأنتيم والمعطيات التي تهلنا في القصة بتقول أن الراجل ده محترم وحياة زوجية مستقرة بس هي في الفترة الأخيرة كانت تعيسة وجالها مشاكل وتعبت في الشغل طب ولي يا أمل هتتكلمش معاه هو يعني أنا عملتها كذا مرة أروح أتكلم أنا رأتلك في حاجتين بس سنين هي حاجة قبل حاجة أنا بس بطمنها أنه أكتر صحة عملتها اللي أنت عملت فيه طب لو كانت وقفت تتخانق ده غلط غلط دعيبي عيب يا جماعة ما يصحش عيب يا جماعة ما يصحش عيب فيه حاجات فيه فيه حاجة فيه ثقافة الإختلاف عيب طب أنا شفتك ماسك إيد واحدة فإذا أنت مش في قاعدة عادية طب أنا ممكن عملها بشيكة يعني أخبارك إيه مراتك عاملة إيه أنا ما كلمتاش النهاردة مش صح على فكرة ليه؟ ممكن يقول لها مراتي أوف ممكن يقول لها خطبتي أوف برض ممكن ممكن احتمالات كتيرة أو يممكن أو يهزقها بشيكة وممكن يقول لها أنت إيه لخليك تيجي تسلمي علينا أصلا ممكن حاجات كتير طب لو هما مش متجاوزين ممكن يعني يعمل ممكن الله أعلم هي يعني بلوك الأحساس اللي قالي سيكة إنه ممكن يكون بما إنها قالت أنه راجل محترم فإنه يبقى إعلاقة دي مش 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 واحد يكون مراته واحد إن ريليشن يعني أنا قصدي ممكن أقول لك يا أمل إنه فيه رجالة بتمسر إن هي محترمة ممكن هو يديني من كتر ما هو محترم يديني طبعا إن هي مراته طب لو ما كانتش هي مراته بقى وأنا خايف أعمل كده ممكن يكونوا على فكرة يعني بيخرجوا مع بعض بانهم كتير فرحوا سينما خروجت المتجاوزين بس برضو حتى وإحنا مخطوبين تريد مروح سينما معه خلينا نتعامل مع الأمر الواقع نحن لسه مش عارفين هي أين هو العلاقة بلاش الإحساس بتاعي أنت حاسة بالأريحية قوي لأ أنا حاسة إن بسانت المفروض تعمل حاجة بسيطة قوي قبل ما تعملها تسأل نفسها سؤال هل العلاقة بيني وبين جوزها تسمح إن أنا أتحور معاه تسمح أو ما تسمحش بقى؟ فهي لازم تفهم الأول منه ولازم تتكلمه من حتة تخشره من ناحية إن هي مش بتتهمه بحالة حصل أنا عايزة أتكلم معك بدون ما صاحبتي تعرف يعني أنت عايزة إن يتحنن قلبه عليك لا 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 هي تتكلم معاه الأول تحاول تشوفه بعيد عنه تتكلمه بقى في التليفون تروح له شغله ومعرفش إزاي بس هي قدرة بتفاصيل الحدوتة وتقوله أنت عارف إن مراتك دي زي أختي وأنا حصل إن شفتك في السينما واحد اتنين تلاتة وقبلها مراتك كانت عند الدكتور وقال لها كذا ونفسيتها كذا طب وليه ما كنت شرميت الكرة في ملعب يا دكتور أمل؟ أنا محبتش أحرج أكوانا في السينما أو أرد فعلي ساعتها ليه ما نريش الكرة في ملعب يا دكتور أمل؟ يعني إيه ترمي الكرة في ملعب؟ يعني أنا رحت السينما وشفت وبصت له ومشيت أخليه هو اللي عمال يلف حواليه ده مش مظبوطي الخطط دي يا جماعة ليه؟ الخطط دي يا جماعة والله يصدقوني يا كل الستات والبنات الخطط دي يعني هي اللي خربت مجتمع إفريدي رح قال في الآخر إن أنا كدبة وراح حذر صاحبتي من غير أصلا ما يبقى في قصة يعني أنا جايب أكلمك بالأدب أيوة طب أنا جايب أكلمك بالأدب يا أخي اللي قالها مراطي يبقى ساعتها هتفهم بقى هي هتسمع الحلقة دي هتفهم إن أنا بقول لها احتمال يكون أنت مش عارفة قصة مرض صاحبتك إيه فاحتمال يكون فيه مشاكل قدت إلى إنه يحتفظ بيها ويتجوز عليها حسنًا